ايه هي المراحل اللي مرت بيها دولة البطاليمة في مصر؟ بمعنى ايه؟ يعني فترة حكم البطاليمة لمصر ما كانتش كلها قوة وازدهار وما كانتش كلها ضعف وانهيار ولكن بتنقسم او المؤرخين قسموا مرحلة حكم البطاليمة لمصر الى جزئين مرحلة اولى ومرحلة تانية المرحلة الاولى دي كانت بتتميز بالقوة والازدهار في جميع المجالات وبتبدأ بامتى؟ بتبدأ بعهد او تولي الملك بطاليموس الاول وحتى عهد الملك بطاليموس الثالث طبعا بطاليموس او بطليموس اللي اتنين صح كلمة بطاليموس او بطليموس فهنا المرحلة الاولى من حكم البطاليمة بتتميز بالقوة والازدهار ليه؟ نتيجة ان الفترة دي كان الملوك اقوياء واهتموا بالتقدم والازدهار في جميع المجالات من امتى؟ من بطاليموس الاول وحتى بطاليموس الثالث بعد الملك بطلميوس الثالث بدأ بقى مرحلة تانية في فترة حكم البطلمة المصر وهي الضعف والانهيار بتبدأ من امتى؟ بتبدأ من عصر الملك او عهد الملك بطلميوس الثالث وحتى اخر عهد الملكة كريوباترا السابعة يبقى دي المرحلة تانية من مراحل حكم البطلمة لمصر يبقى مر حكم البطلمة لمصر بمرحلتين مرحلة قوة وازدهار دي كانت المرحلة الأولى من عهد بطلميوس الأول وحتى بطلميوس الثالث والمرحلة الثانية اللي هي ضعف وانهيار طب بما تفسر ليه المرحلة الثانية في حكم البطلمة كانت بتتميز بالضعف والانهيار هقول لها أن المرحلة دي بتتميز بي الملوك اللي كانوا موجودين ملوك ضعاف وبتبدأ الفترة من بطلميوس الثالث وحتى كليوباترة السبعة طب إيه بقى الأسباب اللي خلت الفترة دي فترة ضعف وانهيار قال لي أول حاجة زيادة ثورات المصريين ضد البطاليمة البطاليمة عملوا ثورات كتيرة جدا ضد البطاليمة نتيجة أن في الفترة دي من بطلميوس الثالث لكريباطرة السبعة كان فيه ظلم واضطهاد واقع على المصريين السبب الثاني هو زيادة نفوذ روما دولة روما بدأت تتدخل في شؤون مصر الداخلية وده كان طبعا سبب من الأسباب اللي قدت إلى رفض المصريين لهذا التدخل لأن هنا روما بتتدخل في شؤون دولة مصر نتيجة أن الملوك اللي كانوا موجودين ملوك ضعفاء اللي هم برضو من بطلميوس الثالث وحتى كلبطرة السبعة أنا كل شوية بعيد وبأكد عليها عشان تثبت معانا آخر حاجة زي ما قلنا هي ضعف الملوك وتنازعه يبقى باختصار شديد مر حكم المرحلة أو مر حكم دولة البطاليمة في مصر بمرحلة تين المرحلة الأولى كوى وازدهار من بطلميوس الأول لبطلميوس الثالث المرحلة الثانية ضعف وانهيار بتبدأ من بطلميوس الثالث وحتى كلبطرة السبعة نتيجة ضعف الملوك وتدخل روما في شؤون مصر الداخلية وسورات المصريين بسبب أن الظلم والاضطهاد من دولة البطلمة كان واقع على المصريين شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن مدرستنا 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 م